اطلق المغرب بالتعاون مع بلجيكا مشروع انتاج وتخزين الطاقة الحرارية من مصادر الطاقة المتجددة داخل مجمع نور ورزذات للطاقة الشمسية وفقا لموقع موروكو وورد نيوز وفق بيان للوكالة المغربية للطاقات المتجددة فان المشروع الذي اطلق عليه اسم ثولهيتير هو حل متجدد ومتكامل لانتاج وتخزين وتثمين الحرارة التي تنتج مصادر الطاقة المتجددة ويمكن استعمال الكهرباء قليلة الانبعاتات الكربونية المولدة من المشروع لاغراض الصناعة بما في ذلك الصناعة الاثمنة والصلبة وتمول حكومة اقليم والونيا البلجيكية المشروع جثءا من عمليات مجموعة ميغا تاك وهي منظمة حكومية تدعم التطوير التكنولوجية للمشروعات المبتكرة التي تخدم التنمية الاقتصادية وثمم مشروع ثولهيتير لتخزين الكهرباء من المصادر المتجددة لأول مرة من خلال التعاون بين شركات الطاقة البلجيكية والوكالة المغربية للطاقة المتجددة والشركاء آخرين وسيساهم هذا المشروع في تقليل انبعات تنائي اكسيد الكربون خاصة في قطاعي الصناعة والنقلة أحد أكثر القطاعات تلويثا في العالم يطلق هادان القطاعان معنا أكثر من 30 مليار طن من تنائي اكسيد الكربون في الغلاف الجوي كل عام وإلى أخبار الغاز حيث أعلنت شركة سيدي اكس البريطانية عن اكتشاف جديد للغاز في المغرب بعد حملة ناجحة تمثلت في حفر بئرينة وقالت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين الرابع عشر نونبر الجارية إنه تم بالفعل توصيل بئر الثاك واحدة بالبنية التحتية للشركة مع الاختبارات التي أشارت لوجود غاز في الموقع على الجانب الأعلى من تقدير بي 50 قبل الحفر البالغ 0.44 مليار قدم مكعب وأضافت الشركة أن البئر يفتح منطقة انتاج جديدة في الشمال الغربية من قاعدة الآبار الرئيسية للشركة مشيرة إلى أنه تم تحديد العديد من آفاق المتابعة داخل المنطقة المدعوة بإثنثاك وحددت الشركة البريطانية العديد من الآفاق القابلة للحفرة معلنة عن خططها الرامية إلى توثيع حملتها للآبار العام المقبلة 2023 وحتى الآن حددت الشركة أكثر من 70 احتمالا عبر مساحة أشغالها وتدخلها في المغرب التي تغطيها تقنيات المسح الزلزالية تلاتي الأبعاد 25 منها دات درجات عالية وتحتوي على 20 مليار قدم مكعب من إجمالي موارد بي 50 الغير المعرض للخطرة وبحسب الشركة فإن البئر كيثي آغ 20 يعيد بتوافر إمكانيات وجود الغاز لافتة إلى أنه يخضع الآن لاختبار تراكم الضغط قبل وضعه رهن عمليات الاستغلال والإنتاج بمجرد اكتمال العمل المثرح بها وربطه بالشبكة مع إعلان الإمكانيات التي يتوفر عليها في الوقت المناسب أفاد ناثر بوريطا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية أن الاعترافات بالجمهورية الوهمية في تراجع متواصلة وقال بوريطا في هذا الصدد إن 84% من الدول العضاء بالأمم المتحدة لا تعترف بعثابة البوليثاريو مردفا أن 193 دولة غير معترفة بميليشيات البوليثاريو واصفا الدول التي تدعم أدروحة الانفصال بالأقلية على المستوى الدولي المسؤول المغربية لم يفوت الفرصة دون أن يشدد على أن الصحراء المغربية هي معيارنا في تمييز المواقف الضبابية من الواضحة فضلا عن كونها وسيلتنا في تحديد مدى عمق الصداقات وصدقيتها علاوة على كونها العامل الحاسم في تتمين الشراكات وتطويرها وزد بوريطا دائرة الدعم الثريح لمبادرة الحكم الذاتي بالعقالم الجنوبية في كل الجهات والقارات بما في ذلك دول لها تأثير كبير وعلى دراية واثع بالملفة الدائرة في توثع وكان بوريطا قد قدم أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب قبل أيام عرضا حول الميزانية الفرعية لوزارته ضمن مشروع قانون المالية لثنة 2023 وعرض بوريطا حينها إنجازات الدبلوماثية المغربية خلال الثنة 2022 بخصوص قضية الصحراء المغربية وذلك في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته مبرزة أنه خلال العام الجارية افتتحت ثلاثة بلدان قنصليات في الصحراء ويتعلق الأمر بجمهورية الثورينام والطوغو ورأس الأخضر إلى جانب منظمة دول شرق الكريبي التي تضم الثبعة بلدان وبعد عامين خثرت فيهما الكثير البوليثاريو تعترف بكابوث الدرون المغربية مر الآن على ما تثمه عثابة البوليثاريو بخرق المغرب لقرار وقف إطلاق النار حوالي عامين أي بعد العملية العثكرية الناجمة التي نفدتها القوات المغربية في الخامس عشر نونبر 2020 بطرد عناثر من مرتزقة البوليثاريو من معبر الجرجرات الحدودي مع موريتانيا في وجه تنقل البضائع لعدة أيام وشكلت عملية الجرجرات بداية أولى لعدد من الهزائم التي تلقتها العثابة منذ 2020 في الثراع مع القوات المغربية ثلاثة هزائم أخرى ميدانية بمصرع عدد من قادات يجراء الأقصاف التي نفذتها طائرات بدون طيار مغربية وكان من بين القتل أثماء معروفة مثل الده البندير وخطر بر وعرف لأول مرة استخدام القوات المغربية للدرون العسكرية في بداية 2021 وبالضبط في غارة أدت لمقتل قائد ما يعرف بالدركي الصحراوي أدها البندير وذلك على بعد أشهر قليل من عودة المواجهات العسكرية بين القوات المغربية وميليشيات الجمهورية الوهمية في المنطقة العازلة بالصحراء المغربية ونقلت تقارير إعلامية دولية على لسان عدد من القادة الميدانيين التابعين للعسابة كيف شكل استخدام القوات المغربية للطائرات بدون طيار نقطة تحول مهمة في حرب الصحراء حيث أصبحت الدرون كابوثا حقيقيا لعناثر المرتزقة باعتراف من طرف أولئك القادة أنفسهم وبعد مرور عامين على العديد من الخسائر التي تلقتها ولذلت عسابة البوليسر في الصحراء دون أن تحقق أي تقدم أو انتثار ميدانية يظهر على الوجه في الأثابع الأخيرة اعترافات جديدة من طرف العسابة بشأن الدرون المغربية وهو اعتراف غير مباشر فردته تطورات الحرب على أرض الواقعة وفي هذا الصياق تحدثت العديد من التقارير الإعلامية التي تنشرها صحافة تابعة لعصابة الوهمة عن عزم الأخيرة استخدام طائرات الدرون في مواجهة القوات المغربية وهو ما سيؤدي إلى تصعيد كبير في المواجهة العسكرية في السنة الثالثة من حرب الصحراء خاصة أن المغرب حذر من أي استخدام لعصابة البوليساريو للدرون سينتج عنه ردودا حاسمة من طرف القوات المغربية ويقول عددا من المتتبعين المطلعين على خبايا تطورات الأوضاع في تندوف إن رغبة جمهورية الوهمة في امتلاك مثيرات عن بعد عسكرية لاستخدامها ضد القوات المغربية هو اعتراف ضمنية بأن الدرون المغربية تثببت في خسائر فادحة لها وهو ما دفع للتفكير لامتلاكها كمحاولة لرد الثفعة التي تلقتها من طرف القوات المغربية المثلحة لكن وفق تقرير للصحيفة العربية فإنه في حالة توجه عصابة البوليساريو لاستخدام الدرون ضد المغرب فإن ذلك سيكون بمتابة تطور خطيرة قد يؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة ويستبعد أن تؤدي أي محاولة من هذا القبيل من طرف العصابة أن تحقق بها أي تقدم أو انتثار ميدانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر